عادة ما تشهد فنضق البحرين ومرابعها الليلية احتفلات صاخبة بمناسبة دخول السنة الجديدة حيث يقصد كثير من الخليجيين والعرب والأجانب المملكة التي تعتبر السياحة من أهم موارد اقتصادها رغم وقوعها وسط منطقة تعتمد اقتصاديتها على النخط وكانت الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011 حدت من عدد الزوار الذين يقصدون المملكة حيث اختار الكثيرون وجهات سياحية أخرى غير أن السلطات البحرينية تؤكد أن الحياة الآن باتت تسير بشكل طبيعي بدورها تقول المعارضة أنه لم يتحقق سوى القليل من الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة بعيد اندلاع للطرابط وتصر المعارضة على حدوث إصلاحات تشريعية شاملة تقود في نهاية المطاف إلى قيام برلمان منتخب بصلاحيات كاملة يؤدي إلى قيام مملكة دستورية كما يقول بعض الشيعة في البحرين إنهم مهمشون على الصعيدين السياسي والاقتصادي وهو ما تنفيه الحكومة التي تقول إنها منفتحة على الإصلاح وتتهم جهات خارجية لتحريض بعض مواطنيها ضدها بالطبع كان في دعوة إلى وجود تجمعات في مختلف المناطق وبالفعل كان هناك عدد كبير من الجماهير تواجدوا في العدد كبير من المناطق تم تعامل القاسي والقبعي من قبل نظام الأمن بالرغم أنه كانوا سلميين إلى أبعد الحد الفكرة كانت إن في كل مناطق في كل ساحة تابعة لقرية أو منطقة بأن يتواجدون الجماهير بصورة سلمية وبالفعل هذا الذي تم قبلوا بالأسلحة من خلال الغازات المسلية للدموع وكذلك المطاطي وكثير من أحيان يستخدمون الشوزن في هذا الصدد من جهة أخرى كشف وزير شؤون حقوق الإنسان البحريني الدكتور صلاح بن علي عبد الرحمن عن طلب المقرر الخاص بالتعذيب التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تأجيل تلبيته دعوة حكومة البحرين لزيارة المملكة من شهر فبراير شوشو إلى شهر مايو أيار وقال الوزير إن البحرين ترحب بزيارة مختلف المسؤولين الأمميين وذلك للوقوف على مستوى ما تشهده المملكة من إنجازات وتطوير في الأداء الحقوقي وبما ينسجم مع البرنامج الوطني الشامل لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع والوفاء بالتعهدات لإنجاز ما أوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقص الحقائق